تمامي اخوان موضوع حلقتنا اليوم مميز كثير في بعض من الاخوة كثير قالوا لانه هذول نوعين من الطيور اللو هو طائر الحب النوع الاول روز والنوع الثاني فليشار ان شاء الله في الحلقة هذي هنتكلم كثير عن انواع اللي هو طائر الحب وهل اللي عندي انا نوع فليشار والثاني الروز او نوع روز وهنتكلم في الانثى والذكر هنتكلم بما فيه الكفاية طبعا معانا هانزاود زي ما شايفين اصوات كثير كثير عالية ومرتفعة اه بتميز اللي هو طائر الروز او طائر الفليشار او طائر الحب في الا اصوات العائلية خاصة ان الذكر وكمان يا اخوان انه اه حركة ولعبة يعني زي زي الدواري هندي او الباجي فالمهم في بعض من التعليقات كثير يجيتني قالت لي ابو ادم هذا نوعه اه الذكر فليشار الثانية نوعها روز ففي الحلقة هذي هن نقولكو شوية حاجات انه اتميز الذكر عن الانثة وكمان نوع الفليشار ونوع الروز ونخلص السالفة هذي لانه اه راس جاني منه التعليقات للامانة التعليق ولا اثنين ولا ثلاث كل التعليقات كثير يعني من التعليقات كثير 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 هذا اه فليشار مش هينفع هيتزاوج هيطلق لق عقيم اه هيتزاوج مش هيطلع اللي هو بيض ام ونعم انه الفليشار والروز لم يتزاوج هيطلع عقيم ولكن يا اخوان هن نحكي لكم بعض الاشياء انه هي تميز الروز عن الفليشار وكمان يا اخوان هنشوف الذكر من الانثة طبعا قبليك انا جبت اللي هو انثة اه روز زي ما شايفين هاد الزرقة وبعدين جبت الطائر الثاني اولا الو هو الاخضر هذا سمناه جنبا نسبة للونه الاخضر فحاليا هنمسك اللي هو الذكر والانثة ونفريكوا بعض الامور اللي بتخص هذول الثرين وبعدين هنشرح على صور من جوجل على اساس انه انتوا تتأكدوا مية بالمية انه هدوه الروز مش فلشر واحد روز فخلكم معا يا اخوان على اساس انه احنا نمسكهم ونشوف ايش العلامات اللي بتميز طبعا قبل ما نمسككم بس بتفرجوكم على شغلة اه بتميز الذكر من الانثة في اللي هو هادو الثيور لانيجي نلاحظ عن منطقة اللي هو الديل بيجي الديل يا اخوان للذكر بشكل اللي هو هرمي زي قوس والانثة بيجي الديل بشكل اللي هو اعرض شوية وحتى كمان في الوقفة او عند وقفتهم هنجيكم هم وقفين على اساس انه نشوف وقفة الانثة الرجلين متبعدتين اكثر من الذكر في الوقفة تمام نستينا بس الذكر يقرب على الانثة زي من شايفين تباعد تباعد الانثة الرجلتين وشوفوا كيف تباعد الذكر شايفين كيف وقفته المسافة بين رجله ورجله الثانية شايفين كيف وشوفوا الانثة الثانية المسافة بينها وبين رجلها لاحظوا معي هتلاقوا المسافة ابعد وكمان الذكر ممتازن هو زي من شايفين نوري بزعج وبخبط وهيش يعني واصوات والانثة بترد عليه طبعا خلنا نمسكهم على اساس ان احنا نتأكد اكثر طبعا اجاكم كلامي في الذيل الذكر هرمي والانثة يعني اوسع لانه نسبة للحوض وكمان وقفة اللي هو الذكر بين الرجلتين اقصر نسبة للحوض الصغير والانثة وقفتها اكبر نسبة انه حوضها اكبر واوسع خلنا نمسككم ونفرجيكم اكثر عنهم تمام اخوان اذا بتلاحظوا هان الحدقة تبعت الروز اصغر من الحدقة تبعت اللي هو الفلشار وكمان لون المنقار بيجي لون المنقار طبعا الروز عادي اما لون المنقار الفلشار بيجي احمر زي الدم او لون فوشي ولكن في بعض اللي هو اللون الغامق وكمان يا اخوان غير الحدقة انه اوسع هلقيتها فارجيكم كمان صورة عن اللي هو الفلشار وانا صراحة ما عنديش فلشار عندي اللي هو الروز اذا منلاحظ اعني اقصر او الحدقة تبعته اقصر و المنقار لونه عادي زي لون الطائر الحب العادي وحتى الحجم حجمهم مناسب طبعا هادي كانت مصابة وطابط كان عضدها طائر الضرة نفس الحجم نفس اللي هو الحجم تمام خلنا نشوف اللي هو منطقة الحوض و انا كيف بميز كمان منطقة الحوض مسكت يا حجة ايه دي لانيجي هان ننفخ من عند منطقة الحوض تيجي اللي هو المؤخرة يا اخوان مسحوبة سحب من عند اللي هو منطقة الحوض تيجي المؤخر مسحوبة سحب اما الضكر بيكون فيه زي المؤخرة طالعة بارزة بروز اما الانثة مسحوبة سحب يعني لو نيجي للضكر و نيجي ننفخ اه بنحس انه المؤخرة تبعته طالعة طلوع فهذا ذكر ولو الانثة بتكون نازلة لتحد فهذه الطريقة اللي انت اي عصور مش بس اللي هو طائر الحب اي عصور ممكن انتو تنفخ على مؤخرته لو كان صغير وبتعرف من هيك انه ذكر او انثة ولكن مش على اكيد ويفضل انه انت بعد يعني بلوغ السن اللي هو تقريبا ست سبع شهور وتقدر انه تتميز الذكر او انثة طبعا هذه كانت اللي هو التفرقات غير انه الديل الديل بيكون هيك عريض للانثة ورفيع للذكر اذا ما نلاحظ الذكر رفيع والانثة عريض وقفت اللي هو الانثة اكبر الحوض ومن الانثة بتخلف ان الظكر الحوض عند الذكر ما يشايفين وقفتو المسافة بين الرجل وهذه بالرجل هادي الصغيرة المسافة هادي بين هادي وهادي كبيرة اللحظوا لي في الذكر والانثة ولحظوا في الحدقة اللي ان اقلتلكو استيعها اللحظوا في لون المنقار وهالقيت حنروحنشوف على عمه جوجل خلنا نرجع نرجس ونضلنا مسكين اللي هو فلفل وفرجيكو على عمه جوجل تمام يا اخوان جمتاها لكو اللي هو عائلة اللي هو الفلشار طبعا زي من شفين الاختلاف الكلي اللي باين معانا الحذقة تبعت العين عليها جلد اكثر واكبر من اللي هو الروز لون المنقار بيجي دم قاتم او بيجي لون فاتح اللي هو زي فوشي ولكن غامق شوية في عنا هان صورة بتجمع اللي هو الفلشار والروز زي بلاحظ في هان اللي هو الغامق وعيني وواسعة وفي هان اللي هو بنسبة له هذه الصورة زي من شفين بيكون لون احمر قاتم شوية اه بنسبة للثاني وطويل يعني جيب طول هيك نازل لتحت لان يجي لهذا مش نازل لتحت نلاحظين انتو كيف وطبعا الفلشار بامتاز انو حضقة العين كبيرة كثير قنا فرجيكوا الصورة اكثر عشان تلاحظوا اكثر زبط لاحظوا هان العينين واسعة وباردة وكمان المنقار لون غامق فهذا هو الفلشار اما هذا يا اخوان روز لانيجي للروز نكتب هان على سبيل المثال نحزف اللي احنا كتبناه ونكتب روز ونبحث بسم الله جابت لنا العارضة نكتب طائر الروز نرجع ثاني هان على عمه جوجل جابت لنا هاي تبعنا اللي احنا اه عارفينه هاي شايفين كيف هاي طائر اللي هو الروز هذا خفل عين اصغر لون المنقار فيه شي على اخضر شايفين كيف وهذا اللي هو طائر الحب وهذا الفلشار هاي يجابوه معاه شانا بفرجيكم اياه كمان زي ما انت شايفين هيك احنا بنقطع الشك من اليقين بالنسبة للتعليقات اللي كثير جتني وطلبت انه اه اعملهم زي مقارنة بين الذكر والانثة وكيفنا نفرق بين الذكر والانثة وهل هذا نوعين وكل التعليقات تقريبا هذا نوعين هذا نوعين ومش حينفع ومش حيصلح فبس فهذا هو يا اخوان الفرق ما بين فلشار والروز والفرق بين الذكر والانثة في طائر الحب او اي طائر اتمنى يا اخوان تكفوا في التعليقات انه هذول الثنين وكل واحد نوع فانا اسبتلكوا هيني في العين وكمان فحصنا فاتمنى الاخوة اللي شككوا قاعد يقولوا لي هذا ذكر فلشار والانثة روز فاتمنى انه خلاص استقنعوا او اقنعوا انه هذول نوع واحد مش نوعين و بس يعني بالاول و بالاخر اتمنى يعني التوفيق للجميع هاي يعني ربما ضرت النافعة انه انتوا قاعدتوا تقولوا انه هذا روز وهذا فلشار على اساس انه انا افرجيكم الفارق وفي بعض الاخوة يعني مش عارفين الفارق وكمان اللي هو اعملنا محتوى وكمان شوفناكم بس اتمنى لكم اللي هو يوم سعيد وبهيك منكم نوصلنا لاخر الفيديو باتمنى لو اعجبكم الفيديو تنزلوا تحيطي شركوا في القناة وتفعلوا تنبيد جرس فاقضوا حزن لاصلك الجديد حبايب اتمنى لكم اليوم اقدسة ما اكثر من الصلاة عن النبي اشكر الله يذكركم اشترك الله يغفر لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامي اخوان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة